مدرسة افتراضية للمحافظة على الهوية الوطنية والثقافة الإسلامية للجيل الجديد للدراسة عن بعد لأبناء وبنات المبتعفين والمبتعثات خارج السعودية بشكل مجاني حرصاً الحقيقة منها واستشعاراً لأهمية المحافظة على الهوية الوطنية والدينية لهؤلاء الطلاب فوجه معاليه مشكوراً ببداية هذه المدارس من العام الدراسي الحالي بحيث تبدأ في بريطانيا وأوروبا وبعدها تعمم لبقية الدول العالم فحالياً تقوم المدارس بتدريس أبناء المبتعثين والمبتعثات مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية يتم الاستفادة من تقنية الحديثة حيث يتم التدريس عبر برامج تنقل للطالب والطالبة الحصة الدراسية وبإمكانهم التفاعل مع الأستاذ والمناقشة مع بقية الطلاب المدارس نسقت مع جهتين مع وزارة التعليم ومع منظمة الاعتراف الأكاديمي أدفانس بحيث أن الطالب اللي يجتاز هذه المواد يكون معترف بهذه المواد داخل المملكة وخارجها يعني حتى لو ما رجع الطالب إلى التعليم في المملكة ذهب إلى أي دولة أخرى هذه المواد معترف فيها من قبل المنظمة العالمية أدفانس إد وفق معايير مدارس الرياض التي معترف فيها من الجهتين نشر ثقافة التعليم الإلكتروني في المراحل المبكرة للطلاب تعودهم على استخدام التقنية للتعليم والبحث وفق رؤية 2030 ولي الأمر هو يستطيع أن يتابع المستوى الأكاديمي لابنه ويستطيع أن يتواصل مع الكادرين الإداري والتعليمي في مدرسة الرياضة الافتراضية أحسنت يا غسن هنا لدينا في هذه الجملة لدينا مدان المد الأولي تمية مهارة الاعتماد على النفس بالتعليم الذاتي حيث يتمكن الطالب والطالبة من تسجيل المقررات والتعامل مع نظام إدارة التعليم وتصفح الخبرات العلمية والتفاعل مع المحتوى نارياض نجس العوامي مبيزي